اشتركوا في القناة وصفة عصرية ووصفة تقليدية يعني تبعوا الوصفة بحذافرها يعني راح تتحصلوا على نتيجة هاي لحبيباتي وصفة بنينة بزاف ان شاء الله حبيباتي تسيوها وتعطوا لي ارائكم انتو كل الله حبيباتي وبسم الله ونبدأ بالصلاة والسلام على حبيب الله عليه الصلاة والسلام هنا نسحقوا في الوصفة تعنا السمن بالنسبة للناس اللي عايشين في فرنسا عدنا هذا السمن يتبع سوافي كارفور ولا يتبع في محلات الأطراك ولا يتبع في محلات العرب واللافلي بوشخي حلال تع العرب يعني يتلقوا هذي السمن وبالنسبة لي راح نخدم بسمن مدينة هذا السمن اللي نحب نخدمه نخدم به هنا نجيبه متزاير يعني أشاك فونا هبط نجيب معي لكوانتي تينيس حقها نخوض ميتين وسبعين جرام تع سفن نذوبها نذوبها عفون نذوبها وخليها تبرد وهنا حبيباتي نجيو نوجدوا العرسات تعنا الوصفة تعنا هنا لستين حبان هذي الكيميات تعطي ليستين حبات تعا تشارك نسحق مبشور حبة ليمون زستا سيترون ثلاث كيلات ممسوحة تعفارينا كل كيلة فيها 190 جرام من الأحسن تستعملوا الوزن هنا باش تتحصلوا عند نتيجة هيلة نسحق كيلة أيضا ممسوحة تع سكر طب سكر غلاسي 170 جرام نسحق رشا ملح ونسحق نصف خميرة كيميائية وزنها 7 جرامات نخلط الكل مع بعض كما قلت لكم أحسن حاجة ديروها أنكم توزنوا بالميزان ماشي بالكيلة لأنه الكيلة هنا ممكن يختلف تختلف الكيلة من كيلة لكيلة هذ الكيلة يستعملت هنا أكيد ما عندكم كامل نفس البول اللي هنتخدمو به هنا حبيباتي درت حفرة في الواسط ودرت الكيلة تعي تع سمن ذايب اللي هي 270 جرام وزيت حبة بيض وفنجل ماء الزهر فنجل تعقتي ماء الزهر الوزن تعه 130 ميلي نخلط ملاح الكل مع الأول نخلط الوسط وين كين البيض والسمن والماء ثم نبدأ نشبط في الفاغين حتى نجمع حاجيني عجينة بزيف جرية وهذا هو هذا درتها بالعاني باش نسهل عليكم العمل هنا بعد ما جاتني العجينة تعي جرية نزيد لها شوية فاغينة شوية هذي حوالي ثلاث ملاعق كبيرة بالميزان حوالي 45-50 جرام والفاغينات اختلف من نوع لآخر المهم هكذا دطلكم هذي العفسة بتحصلوا على العجينة ما تتكسر لكم وتجيكم سهلة في العمل العجينة تغلفها ولازم خليها تغتح أقل شي 30 دقيقة ومن الأحسن تخلوها تغتح ساعة نروحوا الحشوة عندي مبشوع حبة ليمون زي ستن سيترون وعندي ثلاث كيلات تعلوز مطحون ممكن تعاوضوه بكوكا ومطحون ماشي محمص أنا بالنسبة لي أنتم ممكن تحمصوه كيلة تاع سكر سكر عادي السكر كريستاليزي الوزن تاح 100 جرام وملعقة تاع زبدة ذيبة خلط الكل مع بعض ونبدأ نجمع فيه بماء الزهر حتى تتلم عندي الحشوة نتاعي بالنسبة للوز كل كيلة فيها 60 جرام يعني الوزن كامل هو 180 جرام تاع اللوز اللي استعملته هنا وهذا الكمية مش راح أتكفيكم في هاد الوصفة لازم تستعملوا الدوبل تاحها باني أنا زت كيلة وحتوها نكوّر كوايرات تاع الحشوة فيهم الوزن تاحهم 15 جرام ونخليهم الوقت الاستعمال ناخذ عجينة من العجينة تاعي كون رتاحت ونكسلها بهذا الشكل اللي هكم تشوفوا فيه ندير القاعدة الجهة التحتانية عريضة على الجهة الفقانية نكسلها قيقة بزاف كما هكم تشوفوا ونجيب العولة التاعي أو السكين وندير قاعدة الطول تاحها هو 10 سنتيمترات ننسي ندير خطف الوسط بصبعي ونقطع نقطع ندير مثلث طويل عفوا المثلث تاعي الطول تاعو هو 24 سنتيمتر المهم لأجينا جينا قيقة ناخذ كويرة من الحشوة تاعي ونسي نديرها على شكل بودع ولكن في الطوف نديرها قيقة لأنه الحبة تحتشارك تجي بومبي من الوسط وطوف تجي قيقة ونلوي ولكن هنا لما نجي نلوي لازم نضغط مليح على الطوف حتى نسكر مليح لفرس وما تخرج ليش لفرس ونلوي حتى نتحصل على هذل الكرواصون هنا ندهنو بحبة بيض مضغبة وعندي هذا اللوز حرش هكذا مرحي يخشين يتبع هكذا في الأسواق أنا شايتم برومو كاش نعمد فيه تجيارك تاعي ممكن تستعملوا كوكا ومطحون أيضا ويكون ما يكون ش محمص لأنه رح يطيب رح يتحمص في الفرن هنا بعد ما نعمدها نحطها فوق وننسي نضغط على هذك على هذك اللوز يدخل وما يطيح شبخي ما يطيب ما يعودش يطيح لكم تمتاكلوه ويطيح في اللغض ولا فوق الطبس ولا سفي من الأحسن تديروا هذه الحركة اللي بيها تلوو ويدخل مليح في التشارك تاعنا هنا حبيباتي كنكمل نطيبهم على 180 درجة مضطية برح تكون من 16 حتى 18 دقيقة نخرجهم من الفرن نرش عليهم رش سكر غلاسي يعني أنا أعطيت لكم غالي زاستوس اللي بيهم بتين جحلكم بإذن الله تشارك تعكم تشارك عريان وعليه الكلام بنين بزاف وماشي حلو بزاف هذه الوصفة اللي ميحبوش الحلو وما من الناس اللي حبوا الحلو حيستبنوها بزاف ممكن الحشوة هنا تغيروها ممكن تروا مم التمر إذا تحبوا التمر يعني تجي بنينة بالتمر ويجيكم هشيشة ولقو تحسوه في العجينة وتحسوه في الفارس وقلكم حبيبتي وصفة غايعة جربوا وأعطوا لرأيكم وأحبوكم في الله ونتلقى في وصفات جايين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته